عندنا هذه المسألة تخيل مع المسألة ذي المسألة ذي لو عندنا كشاف كهربائي ضوئي كشاف بسيط الكشاف هذا له تدفق ضوئي التدفق الضوئي هذا المصباح 1750 لو من فيه مصباح ثاني جنبة وما نعرف التدفق الضوئي له ما ندري كم البي مجهول ما نعرفه فيه مسافة وفيه ورقة عندنا في النص هنا تقريبا الورقة ذي المسافة من المصباح الرئيسي اللي هو 1750 إلى الورقة ذي تقريبا 1.25 متر المصباح الثاني يبعد تقريبا مسافة مقدارها 1.08 متر عن الورقة المطلوب مننا كم التدفق الضوئي للمصباح الثاني السؤال أتمنى يكون واضح أو شرحه واضح في هذه الحالة طيب نبدأ الآن في كتابة قانون التدفق الضوئي التدفق الضوئي نحن نعرف أن بي تساوي اي في أربعة باي آر تربيع ونقدر نكتبه بالقانون آخر أو بطريقة أخرى اي تساوي بي على أربعة باي الار تربيع طيب بما أننا عندنا نصبحين بنكتب القانون للتدفق هنا وبنكتب هنا وبنساويهم مع بعض حتى نطلع قيمة بي هذي ليش سوينهم مع بعض لأنه قال لك تضيء الورقة بالتساوي تضيء الورقة بالتساوي نكتب قانون التدفق الضوئي للكشاف الأول اللي عندنا نقول بي على أربعة باي آر تربيع ورح نسمي هذا رقم واحد ورح نسمي هذا رقم اثنين ونقول بي واحد والآر البعد هو آر واحد وهذا البي اثنين رح نكتبه بالطريقة هذه بي اثنين على أربعة باي آر تربيع اثنين الإشارة بينهم يساوي ليش يساوي وكان كل منهما يضيء الورقة بالتساوي يعني الاستضاءة لهذا المصباح وهذا المصباح متساوية لكذا ساوينا القانون مع بعض في هذه الحالة الثابت بيروح مع الثابت بيبقى عندنا بي اثنين على آر تربيع اثنين يساوي بي واحد على آر واحد تربيع البي واحد موجودة عندنا الار واحد موجودة والار اثنين موجودة ايضا هذا المطلوب هذا المطلوب نأتي هنا يا شباب على رواقع ونكتب بي اثنين على آر اثنين تربيع يساوي بي واحد على آر واحد تربيع لاحظوا المطلوب اللي شباب ها بحط عليه دائرة ونضرب الطرفين في الوسطين يصبح عندنا القانون بالطريقة التالية B1 R2 تربيع يساوي B2 R1 تربيع هذا المطلوب أي كمية بجانب المطلوب ستكون في المقام B2 هنا ضربنا نحولها إلى قسمة R1 تربيع في الأسفل B1 R2 تربيع في البسط نعوض بالأرقام الآن B1750 ضرب R2 انتبه R2 R1 1.08 ولا تنسى التربيع على R1 اللي كان 1.25 و لا تنسى التربيع أيضاً إذا عوضنا في الآلة الحاسبة يكون الجواب النهائي 1.1 31 من 100 ضرب 10 أس ثلاثة و لا تنسى وحدة القياس لومن اللي هي التدفق الضوئي للمصباح الثاني هذه المسألة حلها أولاً بمساواة الاستضاءة للمصباحين ثم بعد ذلك كتابة قانون التدفق الضوئي و التعويض في القانون مباشرة و لا تنسى تفرق بين R1 و R2 و كذلك تحويل القسمة في هذه الحالة أو هذا الضرب إلى قسمة بهذه الطريقة هذه مسألتنا في التدفق الضوئي